صحيح أحمد اليوم يعني القطاع الشرقي كان له النصيب الأكبر من الاستهدفات الإسرائيلية سلسلة من الغارات الحربية استهدفت اليوم وادي شبعة وهي للمرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المنطقة منذ اندلاع المواجهات ما بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في الثامن من أكتوبر الماضي شبعة اليوم تعرضت لسلسلة من الغارات الحربية أيضا كان هناك قصفا مدفعيا طال عدد من البلدات في القطاع الشرقي منها أطراف الهباري كفركلة وأيضا أطراف بلدة الخيام غارة أيضا إسرائيلية استهدفت بلدة ميس الجبل في القطاع الأوسط ومدفعي أيضا على عدد من البلدات التي تتواجد في القطاع الشرقي كما أسلفنا حزب الله اليوم أعلن عن ست عمليات استهدفت مواقع إسرائيلية وتجمعات لجنود الاحتلال أبرز هذه العمليات عملية كانت ردا بحسب البيان الذي صدر عن الحزب هي كانت ردا على الغارة التي استهدفت مجموعة من الحزب وسقطت في سوريا جاءت ردا على هذا الاستهداف الذي حصل في دمشق وحلب واستهدفت فيها موقع برانيت القوة 91 في موقع برانيت وهذا الموقع مقابل بلدة ترميش في القطاع الأوسط أما بقي العمليات فتوزعت ما بين القطاع الشرقي وأيضا عملية في القطاع الغربي طالت موقع جل العلام حزب الله اليوم حتى هذه الساعة ستة عمليات أعلن عنها وأيضا نعى سبعة من مقاتليه ستة منهم سقطوا في سوريا وواحد نعاه وهو الذي اقتلته إسرائيل صباح اليوم في بلدة البزورية في هذه الأثناء الهدوء يعم القطاع الشرقي الطائرات المسيرة كانت تحلق اليوم على ارتفاع منخفض في هذه المنطقة لكن منذ حوالي ساعتين إلى الآن هناك هدوء حذر في القطاع الشرقي بالتحديد الذي شهد الغارات الأعنف والغارات الأولى التي استهدفت وادي شبعة منذ بداية هذه المواجهات حتى اليوم شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات حنان عيسى مراسلة الغد كنت معنا من جنوب لبنان